صباح الخير ازيكم يا حلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير مازلنا طبعا في الحجر الصحي زي ما انتو عارفين فيومنا عبارة عن اكل وشوية حاجات كده في الله بينا النهاردة هنفتر زي ما انتو شايفين عملت كيك سخن كده الصبح بصوا شكلها تحفة 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 وطبعا الكيك بنشرب جمبو شاي بلبن فعمل شاي بلبن ونشربه وبعد كده ارجع نعمل معاكم شوية حاجات حلوة جدا عايز اقول لكم بان انا بعد الفطار يومي النهاردة هيبقى موجود كله في المطبخ زي ما انتو شايفين كده انا هعمل آآ اللانشون طبعا مش متوفر كتير جدا هنا وطبعا موجود في الجزارات وبما ان الجزارات معظمها قافل يعني في المدينة اللي انا فيها فانا طبعا بحب اساسي لانشون عامله في الويت آآ عملته معاكم كتير قبل كده الطريقة مفصلة هسيبها لكم في اول آآ صندوق الوصف وبرضو هقول لكم الطريقة دي انا عملتها ازاي ده هنا عبارة عن ثلاث بدات ومعلقة صغيرة من كل التوابل اللي هقول عليها دي بابريكا ملح آآ فلفل اسويد توم آآ توم بودر طبعا كمان عندنا فصل توم مفرون زي ما انتو شايفين وعندنا آآ ثلاث مكعبات من الجبنة المسلسات اي نوع تفضلي وتلات معالق من الدقيق ولون احمر تمام وكمان توابل لحمة ومكعب مرأة اللي هو طبعا سواء بتحبي انتي بقا عايزة بتعمل الفراخ بتعمل لحمة انا هنا باستخدم بتاع الخضار تمام كل المكونات دي حطها في الخلاط وعندنا كمان حوالي تلت كوباية زيت تمام هكتب لكم برضو المقدير دلوقتي هتظهر على الشاشة بالتفصيل عشان ما كونش ينسيت فيها اي حاجة وانا عاملة اللانشون بطريقة مفصلة لوحدها يعني كامل مكمل بكل الخطوات هتلاقيها في فيديو خاص وبما اننا طبعا بعمل فيلوجو كده فحبيت برضو افكركم بالطريقة بتاعة اللانشون بتاعتي عايزة اقول لكم طريقة حلوة جدا جدا انا النهاردة مش هسوي زي ما بسويه في العادي يعني في اكياس وكده تمام انا هضربه ووريكو شكله هنا جبت تلت اكواب ده هنتهم من الزيت عادي خالص وهصب فيها اقليط اللانشون بتاعي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده شفتوا لونه لونه حلو جدا اما محبش اتقل اللون علشان يبقى معي لون فاتح ما يبقاش غامق فاهمين الفكرة اول مرة بصراحة اعمله في كبيات انا دايما بعمله في كيس وبحطه في ورق سلوفان بيبقى حلوة اوي اا لكن فكرة الكبيات انا محبتهاش بصراحة المرة دي او مجات لأ يعني وبرضو حبيت ابقى صريحة معاكو في نفس الوقت انا عن نفسي محبتش الفكرة اوي ما طلعتش زي ما انا عايزة وهواريكو برضو الطريقة بصوا انا هنا دلوقتي غطيت الاكواب اللي هو بالبليكولا اللي هي البلاستيك الشفاف ده تمام وكمان حطيت عليه الالمونيوم واحطه طبعا على النار في الحلة بتاعتي وفيها مية بتغلي على نار متوسطة انا اقول لكم بقى ليه ما عجبنيش حسيت ان المية بتدخل من الفراغات دي وبيدخلها بخار فامتبقاش محكمة الغلق وهواريكو طبعا دلوقتي انا بسجل لكم الصوت وكده فبرضو عشان ايه الامانة وانتوا عارفين انا محبش اكدب عليكم في حاجة اه بصوا انا هنا برضو كبت الحلة وحطت فيها اه مية دافية تمام وحطتهم على نار متوسطة لو انت بقى عايزة تعمل اللانشون في البيت احسن طريقة عجبتني لحد الان ومضمونة وحلوة جدا ويطلع حلوة قوي 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 هو ان انت تسوي تحطيه في كيس وتربوتي الكيس كويس قوي طبعا هساب لكم الفيديو بتاع الطريقة بتاعته بالتفصيل تمام علم اللانشون بتاعنا بقى يستوي والكلام ده كله انا هعمل فينو تمام لان طبعا لانشون كلام ده فهتشوفه في الاخر ايزا اقول لكم برضو الفيديو ده هقول لكم شوية معلومات فيه حلوة جدا الفينو ناس كتير جدا بتقول الفينو نعمله ازاي بص يا ستي ده هنا نصد كيلو من الدقيق هحط عليه معلقة خميرة كبيرة بالشكل ده معلقتين كبار لبن بودرة مش عندك لبن بودرة ممكن تحطي علبة زبادي ممكن تحطي نص كباية لبن دافية تمام واحط زرة الملح هي هو ده اللي بتحطي على الفينو بتاعنا لا اكتر ولا اقل وكمان بتحطي تلات او اربع معالق سكر يبقى نقول تاني نص كيلو من الدقيق معلقتين لبن بودرة معلقة خميرة كبيرة زرة الملح تلات معالق سكر وكمان فنجال صغير جدا جدا من الزيت مش اكتر من كده هتعجيني بمية دافية ما تكونش المية سخنة قوي ولا تكون بردة تكون مية دافية هتعجيني فيها لحد ما العجينة تبقى نعمة تحت اديكي هتقول لي لي نعمة ازاي ما بتلزقش في ايدك تعجيني فيها كويس قوي قوي هتديكي طريقة حلوة قوي انا هلم العجينة ووريكوا شكلها برضو في الاخر بصي دلوقتي لسه العجينة بتلزقها لكده تمام لا اول ما تلاقي ان العجينة بدأت تلم معاكي في القلب اللي انت بتعجيني فيه ايوة تمام هنا هنوقف ان احنا نحط اي مية وهنبدأ ناخد العجينة بتاعتنا بقى على الرخامة على الترابيزة اي الان كان اللي بتاعجيني عليه واتعجيني كويس قوي قوي لو عندك عجين سيبي شغال فيها يدرب كده لحد ما يتلاقي العجينة طرية معاكي هنا بقى هتسيبيها تخمر نص ساعة وبعد كده هنرجع لها تاني عشان نبدأ نشكلها التشكيل برضو في تكاية كده عشان تطلعي الفينو معاكي الفينو معاكي طاري وحلو وما يبقاش مكتوم من جوه كل ما صغرتي العجينة كل ما داتك نتيجة حلوة قوي بصوا انا هنا مصغرها جدا ورفعي بقى يعني بصي الصمك اللي انت بترفعي فيه ده رفعي على قد ما تقداري وبدأ يلمي زي ما انت شايفة كده الفينو رول وحاولي تساوي الاطراف بقى اي قطعة زي ده ممكن تقطعيها ممكن تساويها يعني على حسب ما انت عايز بصي انا عندي الكورس وغننة خالص خالص بفردها يعني على قد ما بقدر فاهمين هيديك معاكي لانش فينو مش عارفة ماسكا لانشون دي عشان هيديكي معاكي فينو هاش كده ويبقى طاري معاكي جدا وحلوة قوي تمام هنخلص بقى كل عجينة الفينو اللي معانا دي وهنسيبها طبعا تخمر تاني ساعتين ايوة تخمر ساعتين يعني اقل حاجة عشان يطلع معاكي كده يقب معاكي وياخد خمره كويس قوي بصوا شكل الفينو كل ما رفعتي كل ما اداكي النتيجة المطلوبة دلوقتي بقى هوريكو اللانشون تمام في الكوبايات بصوا ده شكله حاسيت ان دخلوا مية وبخار وكده برضو حبيت اورهلكو ليه الامان عشان ما اتحقش عليكو انا بفضل اللانشون هو يتعامل في الكيس وبعد كده تهربوتيه بسلوفان وبرضه هسيبلكو الطريقة زي ما قلت تعالوا بقى نشوف الفينو بعد ما طلع طبعا بنسويه على درجة حرارة مية وتمانين فرن متوسط فرن متوسط بيطلع معاكي باللون الحلو ده بتدهني وشه من فوق خالص كده يقيمة ببيضة يقيمة بنسكة فيه ومعلاقة لبن وسكر بقى حلوة اوه عملت جنبه اوملت وعملت اللانشون وجبنة وخيار بقى يعني اكل كده ايه اكلة مصرية كده سانويتشات خفيفة يعني ده الغدى بتاعنا او يعتبر الفطار فمصري يعني الساعة واحدة دلوقتي اشتقنا الاكلات دي الفينو السخن والكلام ده بما ينين عاديين في البيت فتغير بقى نبطبيخ والكلام ده يعني ده غدى بقى ونرجع مع الوقت اللي بقى لي كتير جدا جدا مش عارفة اخده وهو الكابوتشينو عايز اقول لكم في اللحظة دي جاسر ومروان كان الحمد لله نامو فعملت بقىها الكابوتشينو زي بتاع البراط بصوا يعني بصراحة نعمة الماكنة الكافيل الموجودة في البيت دي حاجة كده ايه بقى لي كتير ماخدتش الوقت ده فالحمد الله لانه هو يعني جه وده اللي بيهون علينا اليوم بصوا نشربه كده ونستقن يا سي جماعة احلى وقت في يومي هو اللي انا بشرف فيه قهوة كده ولادي نايمين باخده روحة لنفسي يعني عايز اقول لكم بقى دلوقتي انا بعدا ما شربت الكابوتشينو حابة اعمل حاجة بصوا يا بنات سكرب ده ينفعل الجسم ينفعل ايديك ينفعل وشك لكل حاجة موجودة فيكي السكرب ده حلوة اوي 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 هو عبارة عن ايه عبارة عن معلقتين لبن بودرة عبارة عن معلقتين جسد الهند معلقتين سكر معلقتين عسل كبيرة عصرة لمون هنقول تاني معلقتين جسد الهند معلقتين سكر معلقتين لبن بدرة عصرة لمونة عسل وانت دخل كده اتخذي دوش فاتحي مسام الجسم كله تمام بالمية السخنة وبعد كده اعملي سكراب بالجسم كله هتحسي ريحة ونعومة وكمية يعني هيشيل الجلد ميت هيعمل في جسمك حاجات رهيبة جدا 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 ويخليك كده تحسي بنت عيش وإحنا الفترة دي بصراحة في سترس وضغط جامد جدا من الأخبار اللي بنسمحها فعايزين ان احنا نريح عصابنا ادخل يبقى عندك طبعا جسد الهند اللي بتحطيها على البسبوسة وعندك لبن البودرة بتاع الأطفال يعني أي حاجة كده ومعلقتين السكر ومعلقة عسل وعصرة لمونة يا سلام بقى لو عندك أي نوع من الزيوت الطبيعية هتقلي بيهم وأحلى ماسكه سواء بقى لبشرتك أو لجسمك كله بجدها تدعي لي بس أهم حاجة لو عندك حساسية ما تحطيش العسل ولا اللمون تمام؟ هنا الخليط بتاعي ما كانش مزك قوي فانا حطيت نقطة لبن بسيطة وبردو حبيت أوريهالكو عشان ما تقوليشي آية ده ما تقلبش لا هو كده سواء هتعمليه لبشرتك أو هتعمليه لجسمك كله هبه حلو جدا جدا وانتعاش أتمنى تجربوه ياربكم فيديو النهاردة عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير شوفكم على خير باي باي